البعض يطلق عليها سم كرونوت والبعض الآخر كوردوغ هذه الحلوة الجديدة عبارة عن مزج بين الكرواسون والدونوت مفهوم ابتكره الشيف دومينيك أنسل في أيار مايو الماضي في نيويورك وبعدما غازت المدينة عبرت الكرونوت المحيط الأطلسي لتصل إلى لندن جينيفا قدت ثلاثة أيام في المطبخ لتجد الوصفة المثالية واليوم يعرف الكوردوغ نجاحا حقيقيا اليوم نصنع أكثر من مئتي قطع في اليوم ويوميا ينتهي مخزوننا نرى إقبالا حقيقيا عليها ولا أعتقده مجرد موضة أريد أن أجعل منها كيب كيك المستقبل كما نجح هذا الكعك الغريب والجديد في صنع مكانة له على لوائح طعام أرقى المطاعم في العاصمة في الطابق الأربعين من هذا البرج ابتكر الشيف ما يدعى بالدوزان نضعها في المقلات لمدة ثماني إلى عشر دقائق كي تحمر جيدا ثم نجاففها ونلفها في مسحوق السكر وفي نهاية المطاف نحشوها بكاسترد الليمون ونرشها بالشوكولاتة كلمسة أخيرة ونصنعها بحسب الطلب لذا أول من يأتي هو أول من يحصل عليها في مدينة كلندن معروفة بولاعها بالطبخ تزدهر الأفكار المبتكرة الجديدة يوميا يظهر كعك جديد ففي قاعة الشاي هذه وصل الابتكار إلى حد تغيير وصفة كعك المفين الشهير هنا لدينا الدوفين وهو دونت يصنع في قالب المفين ويرش بالسكر هنا لدينا التاوني وهو مز بين الفطيرة والبروني سواء كانت محشوة بالمربى أو بالكاسترد يقبل الضواقون على هذه الحلويات الجديدة ذات السعرات الحرارية المرتفعة ما يثير السياء أخصائي التغذية